السلام عليكم أصدقائي رجعنا لكم بفيديو جديد رح نتناول بمجموعة من التطورات المهمة والمتصاعدة كثيرا الأحداث الآن تحصل بشكل متسارع هنالك تكهنات بأن تكون مترابطة ومتعلقة فيما بعضها فمثلا المنطقة كلها والعالم كله لم يشهد كم هائل من الزلازل بفترة متقاربة هذه سابقة زلازل سوريا وتركيا وزلزال المغرب واليوم ثمانية زلازل خطيرة وقوية حصلت بأفغانستان راحة وضحيتها الفين شخص وفق حصيلة أولية عشرات الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض بالأعوام الماضية كان هناك كل بضعة سنوات يصير زلزال مدمر بمكان ما وليس كلها بفترة قصيرة تقريبا نحن عندنا بنصف عام حصلت كل هذه الكوارث أدت زلزال الأفغاني إلى تدمير عدة قراءة محاهم للوجود بمحافظة تسمى هيرات أو هرات ودفن المئات تحت أنقاض منازلهم المتحدث باسم وزارة المعلومات الأفغانية عبدالواحد رجان يناشد بشدة للمساعدة ويقول أن أفغانستان دولة فقيرة جدا بنها التحتية ضعيفة وتحتاج للتحرك العاجل حتى الآن تقول الأمم المتحدة أنه نقل 200 شخص متوفة و700 جريح إلى أكبر مشفى في مدينة هرات وفق منظمة الصحة العالمية تأثر عشرات الآلاف بالكارثة تدمرت آلاف المنازل وتم قطع الاكتصالات الهاتفية والإنترنت عن مدينة هرات الآن المدينة أو الولاية الكبيرة هي كلها أوفلاين وشهدت المناطق الحدودية بين أفغانستان وإيران أيضا زلازل عديدة وقدرت وكالة المسيح الجيولوجي الأمريكي أن قوة الزلزال بين أربعة أو قوة الزلازل الثمانية المدمرة بين أربعة فاصل ستة وستة ونص على مقياس رختر وقعت الزلازل في شمال غرب مدينة هرات الحدودية على عمق ضئيل تحت سطح الأرض يبلغ فقط عشرة كيلومترات حتى سكان الدول المجاورة لأفغانستان شعروا بزلازل ارتدادية وقالوا أن منازلهم احتزت من ناحية أخرى العلماء الجيولوجيين يقولون وهو أنه أجد شيء ملفت جدا للنظر يقولون الزلازل تتكرر بهذه المنطقة نتيجة التقاء الصفاحة التكتونية العربية والهندية والأوراسية وتحصل زلازل عديدة بالمنطقة ولكن بالفترة الأخيرة وتيرة قرب زلزال عن زلزال آخر أصبحت قريبة جدا بشكل ملفت للنظر ومثير وبالمناسبة أصدقائي كل هذه الأحداث اللي تحصل الآن تكون يعني تتصادف مع شيئين يحصلان بروسيا الأول عند ميلاد فلاديمير بوتين اللي كان يوم أمس والإعلان الخطير اللي أعلنت عنا روسيا بلسان فلاديمير بوتين بإجراء تجربة نووية بالقطب الشمالي وبذلك تكون خالفة معاهدة التجارب النووية واستخدام صاروخ روسي جديد اسمه صاروخ الشيطان الأحمر أو إلى تسمية أخرى سكايفال هذا الصاروخ غير مسبوق لأنه قادر على حمل رؤوس نووية ولا يعمل بالوقود الصاروخي بل يعمل بمفاعل نووي موجود بداخل الصاروخ يكون حجمه صغير حسب إعلان الدفاع الروسية فإن هذا الصاروخ قادر على التحليق والمناورة والبقاء بالسماء لمدة طويلة قد تصل سبعين ثلاثة شهر شهرين حسب إعلان الدفاع الروسية فهذه طاقة كبيرة توفرها المفاعل النووي الصغير تجعل هذا الصاروخ يبقى بالسماء لفترة طويلة جدا صحيفة بلد هذا اليوم تربط خيوط من هنا وهناك وتجمعها كلها فيما يحصل بغزة وإسرائيل وفي مقال يبين أن روسيا قد تكون ساعدت بهذا الهجوم حسب وجهة نظر المحررين بصحيفة بلد وقد تكون روسيا عملت شيء لصالح حركة حماس مثلا سلاح أو تكنولوجيا أو تقنيات ويوم أمس يتصادف أيضا مع ذكرى مرور خمسين سنة على الحرب اللي حصلت بين إسرائيل والدول العربية المجاورة على أساس أن روسيا من مصلحتها الآن أن تشغل العالم الغربي خصوصا والدول الدعمة لإسرائيل بصورة عامة بصراع لا ينتهي بالشرق الأوسط حتى تتفرغ إلى أوكرانيا وتقوم بسحق البلاد بفترة قصيرة وقياسية خصوصا وأن أمريكا الآن يعني واقعة الأخير بالمستنقع الأوكراني والدول الغربية منهكة بدعمها لأوكرانيا فهل ستكون هناك إمكانية لديهم لدعم حليفتهم إسرائيل بالشرق الأوسط كده الأمر سيكون صعب جدا وشبه مستحيل طبعا الآن حصيلة جديدة أعلنت عنها إسرائيل تفيد بأن عدد القتلى هناك وصلوا إلى 600 شخص والجرحة فوق الألفين وتم أسر حوالي 100 جندي وضابط إسرائيلي بينما بالقطاع غزة حتى الآن هناك أنبع عن 370 قتيل وآلاف الجرحة والأونورة من منظمة تقول أن هناك حوالي 21 ألف فلسطيني نزح إلى المدارس بسبب تدمير منزلة بقطاع غزة وعلى آخر أصدقائي موضوع مهم جدا وهي دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة فريدريش إيبرت بألمانيا تبين لماذا لا يحصل الأجنبي على عمل بسهولة بألمانيا دراسة يتم عملها على اللاجئين الأوكرانيين وربما هي تنطبق على كل اللاجئين الآخرين ينطبق عليهم نفس الكلام فتقول الدراسة أن الأوكرانيين الموجودين بألمانيا يعملون بنسبة قليلة جدا فقط 18% بالمقارنة مع الأوكرانيين الموجودين بدول مثل بولندا والتشيك ودول أوروبية أخرى فثلثيهم أو 70% منهم يعملون الدراسة هي تستهدف الأسباب اللي تخلي اللاجئين لا يعملون بسهولة بألمانيا تقول الدراسة اللي الآن وسأل الإعلام تركز عليها بألمانيا بشكل كبير أن السبب الأول هو الحوافز المالية تقدم الدول الأوروبية الأخرى مثل بولندا والتشيك حوافز مالية أقل للاجئين الأوكرانيين قد يعني لا تكفيها وحدهم لتدبر تكاليف المعيشة فهذا الأمر يدفعهم للبحث عن عمل بشكل أسرع بينما ألمانيا سخية بهذا الأمر وتقدم مساعدات كثيرة إلى العاطلين عن العمل بصورة عامة واللاجئين بشكل خاص ثاني شيء هو البيروقراطية تشير الدراسات إلى أن الإجراءات البيروقراطية بألمانيا هي أكثر تعقيد مما هي عليه بالدول الأوروبية الأخرى هذا الأمر يجعل من الصعب جدا على اللاجئين الأوكرانيين وغيرهم من اللاجئين أن يعثرون على عمل يعني حتى تقدم لازم تكون مجتاز كذا 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 شرط شروط عديدة أو سبلدونك دراسة خدمة بالإضافة إلى موضوع تفضيل ابن البلد بالتعيينات فهذه الأشياء تجعل اللاجئين لا يحصلون على وظيفة بشكل سلس بألمانيا ثالثا تشير الدراسات إلى أن اللاجئين الأوكران الأكثر نشاط أو الخريجين أو الشباب أو اللي عندهم تخصصات ما يجون الألمانيا هذا الكلام خطير جدا يعني أن هناك فكرة بأن ألمانيا ما بها مستقبل ما يستطيع الشخص تحقيق طموحة أو تكوين هدف بالمستقبل أو ثروة امتلاك منزل أو شيء مادي آخر أو حسابات أو أصول بينما بدول أوروبية أخرى قد تكون أضعف اقتصاديا الفرص تكون أكبر لأن السكن رخيص بالتالي جزء كبير من راتبك وقيمك جزء قليل يذهب للإيجار والضرائب أخف توصي الدراسة باتخاذ جراءات لتحسين تكامل اللاجئين بسوق العمل وذلك عن طريق أولا لحظوا الأمور اللي يركز عليها الإعلام الآن وهذه الدراسة تستهدفها تقليل المساعدات المالية عن العاطنين عن العمل وتقديم حوافز مالية جيدة بفرص العمل للاجئين هذا أمر استبعد شخصيا لأن أغلب الوظائف بالقطاع الخاص أرباب العمل ما ملزمين بتوجهات حكومية وغيرها هم يوظفون من يجدون يحقق مكاسب إلهم من يجدون يحقق إنتاج أكبر إلهم ولا يهمهم إن كان لاجئ عربي لاجئ أوكراني مواطن ابن البلد أو ألماني من أصول مهاجرة ثاني شيء يقولون تبسيط الإجراءات البيروقراطية بدونها يعني اللاجئين بصعوبة كبيرة جدا يصلون إلى سوق العمل بدول أوروبية أخرى بسهولة يعترف بشهادة اللاجئ بسهولة يتم توظيفه بسهولة يخرج من عمل يبحث عن عمل آخر ويتوظف بينما هنا البيروقراطية هي مشكلة يعاني منها ربما حتى الألمان نفسهم والأجانب بصورة خاصة الموضوع الأخير موضوع مهم جدا وخطير جدا الموقف الألماني متصلب جدا بمساندة إسرائيل وهذا شرحناه بالفيديو السابق والآن حصلت تطورات جديدة وبدأت أول الدعوات اللي تنص على ترحيل من يتعاطف مع فلسطين أو مع حركة حماس بألمانيا إلى خارج ألمانيا يعني ترحيل المتعاطفين اللي شاركون بالتظاهرات اللي يرددون شعارات معينة إلى خارج ألمانيا هذه هي كانت الدعوات جاء هذا الأمر رد على ما حصل ببرلين يوم أمس بحي نوي كولن من تظاهرات ورشق للشرطة بالحجارة وترديد عبارات تعتبر بألمانيا معادية للسامية ويمنعها الدستور الألماني اليوم هنركز على ولاية بادن فوتنبرغ الولاية تغلي الولاية مساندة بشكل كبير جدا لإسرائيل أدانا سياسيين ببادن فوتنبرغ بما في ذلك رئيس الوزراء اللي هو فينفريد كريتشمان من حزب الخضر ووزير الداخلية اللي هو توماس شتغوبل من حزب الاتحاد المسيح الديموقراطي حزب سيديو حزب ميركل أدانوا هجمات حماس على إسرائيل وعربوا عن تضامن كامل مع إسرائيل وعزاء للضحايا والسياسيين قالوا لاحظوا ما هو توجه السلطات الألمانية قالوا إن حماية الجالية اليهودية والحياة اليهودية هي من أساسيات وأولويات ألمانيا يعني مهما يحصل بالخارج هنا جميع محميين لا يجوز أن يحصل هجوم أو شعارات ضد أي فئة من فئات المجتمع أو تحديدا ضد اليهود التعاهد شتغوبل اللي هو وزير الداخلية باتخاذ إجراءات للحماية من أعمال العنف ضد اليهود في بادن فوتنبرغ هو لم يحصل شيء ببادن فوتنبرغ ولكن رئيس الوزراء أو رئيس وزير الداخلية ببادن فوتنبرغ يستبق الأمور ويتكلم عن إجراءات ويقول إن الشرطة والمخابرات لاحظوا المخابرات يراقبون عن كثب وطالب سياسي اسمه مانويل هاكل اللي هو رئيس الحزب المسيحي الديموقراطي ببادن فوتنبرغ هو رئيس حزب ميركل ببادن فوتنبرغ الولايات الألمانية وهو يعكس رغبة وتوجهات حزبه طالب بترحيل الأجانب اللي يحتفلوا أو يتعاطفون بهجوم حماس ضد إسرائيل يعني يتعاطفون مع حماس يتعاطفون مع فلسطين وقال إن مثل هؤلاء الناس لا يجب أن يكونون هنا بألمانيا سياسيين عديدين بحزب الخضر طالبوا بأمور مشابهة وطالبوا بوقف المساعدات الإنسانية اللي تعطيها ألمانيا المساعدات المادية إلى فلسطين واللي بلغت بالفترة ما بين 2021 و22 إلى حوالي نصف مليار يورو تقريبا 470 مليون يورو وعد شولتس بوقت سابق برفع أو بربع مليار يورو خلال هذا العام إلى فلسطين الآن المطالبات هي بوقفها ويقول سياسي الحزب أن هذه الأموال تستخدم بشن عمليات مسلحة بدلا من أن تصرف على أهدافها بهذا الموضوع أصدقائي نكون ختمنا أهمة الطورات لهذا اليوم شاء الله تكونوا استفادئتوا نلتقي بفيديو آخر مع السلامة شكرا